مئتان وخمسون مليون ريال خصصت ليوم الشهيد هذا ما أظهرته الوثيقة التي تشير لقيام ميليشيا الحوثي بسحب مبلغ مئتين وخمسين مليون ريال من ميزانية مجلس الوزراء بدعوى المساهمة في نفقات فعاليات الذكرى السنوية لما يسمى بيوم الشهيد مئتان وخمسون مليون ريال إذن من مال شعب فقير مغلوب على أمره يعيش ثلث سكانه تحت خط الفقر ونصفه على الأقل مهدد بالموت جوعا إلا أن المفارقة الغريبة أنه لا الفقراء الأحياء استفادوا من هذه الأموال ولا حتى أسر ضحايا حروب الميليشيا من يسمونهم بالشهداء أيضا هذا ما تكشفه الوثائق التي يتم تسريبها بين الآوينة والأخرى وما خفي كان أعظم فالنهب المنظم للمال العام تحت مسميات عديدة منها المجهود الحربي ويوم الغدير أو ما يتم نهبه تحت عنوين دينية في الوقت الذي توقف فيه الميليشيا صرف مستحقات الضمان الاجتماعي لأكثر من مليون يمني جلهم من الأرامل والأيتام والعجزة والمعاقين والمعدمين من رعاية صندوق الرعاية الاجتماعية منذ ما يقارب العام ليواجهون الموت جوعا في ظروف معيشية بالغة التعقيد ناهيك عن من فاقمة الحرب ظروفهم وزازتها سوءا على سوء لا يلقي هذا المشهد بظلاله على غضب اليمنيين من هدر أموالهم فحسب بل يتجاوز ذلك إلى تحديد موقفهم من المناسبات ذاتها فيما يعني أن تأخذ حق رغيف الخبز والدواء لتحتفي بذكرى من دفعتهم للقتال وكانت سببا في قتلهم وقتل إخوة لهم لتنفيذ مطامعهم الخاصة تدهور العملة الوطنية لا يعني الميليشيا في شيء وأرقام تدهور الاقتصاد لا يبعث فيهم القلق ونفاذ الميزانية الاحتياطي لا يعنيهم وشبح الموت المخيم على اليمنيين ليس من حساباتهم في شيء كل ما يعنيهم هو أوامر الصرف والشيكات التي تهدر المال العامة لمناسبات خاصة ولأطماع مادية وسياسية لا تخص الشعب في شيء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة